بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واجعل هذه الأبيات التي امتثلت بها قولك واذكر الله في أيام معدودات من أفضل الأذكار وتقبلها مني وبارك لي فيها واجعلها يا كريم يا شكو فوق ظني في الدنيا والآخرة آمين بجاهه صلى الله عليه وسلم وجهت وجهي ذا قرب من الله بجاه أحمد ذا شوق إلى الله وجهت وجهي ذا قرب من الله بجاه أحمد ذا شوق إلى الله الله أكبر مما كنت أفعله ولست أخشى ولا أرجو سوى الله ذكري وشكري ورضواني ومحمدتي بالقلب والجسم والأقلام لله كلي له جل في سر وفي علم ولست أسأل غير النافع الله ربعني النافع وهاب أشكره ما دمت حيا بقولي الحمد لله وقالي الذرة كريما ووجه لي نفعا بلا سبب فالشكر لله الله أكبر مما كنت أطلبه ومنه أطلب كون العبد لله الله أكبر من أقدي ومن عملي ومن مقالي فقلي صار لله له الوجود الذي قد زانه قدم مع البقاء وغير الله لله له البرايا له أفعالهم وله ما اختار في أبد فالأمر لله هو الكريم الذي أبعي كرامته وكونه لي مرجو بي لدى الله فوزي غدا كونه لي سرمدا وله أمري أفوض بالمختار والله يدي وقلبي له خلا له أبدا لا خدمة لرسول الله بالله أزكى صلاة بتسليم للا عدد عليه بالآل والأصحاب لله يا رب صل وسلم سرمدا كرما على وسيلتي العظمى إلى الله يا رب صل بتسليم على وزريه من اكتفيت بي في طاعة الله أعني محمدنا المختار من مضر بالآل والصحب هزب المالك الله محمد جنتي عن الحساب غدا وجنتي في جنان الواسع الله ملكني العام مع فاق المنا كرما يا مغنيا كل مضطر إلى الله عليه صل وسلم والتتم به قصدي وسقلي ما أرجو من الله دعوتك اليوم في الأيام مرتجيا ثواب من حج بيت الرازق الله وجه لي العام يا مغني بلا كلف كشفا وطيا وتوفيقا من الله ديني كتابك علمني يا صمدي بالكشف والفيض ذا فاهم عن الله اجعله لي أبدا نورا أحوز به الصف والقرب والبشعة لدى الله تم من مرادي وصف العمر يا صمدي وكن لي الدهل وادعني لدى الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تكون بها قضاء وحوائجي كلها في هذا العام قضاء يفوق ظني وظن غيري مع السلامة والعافية والاستقامة والتوسعة والسعادة وكونك لي راضيا عني بجودك وكرمك آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة وما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وعيه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على من أنزلت عليه قولك واذكر الله في أيام معدودات سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه كما جعلت هذه الأبيات الماخوذة من حروفه أحب إليك يا أكرم وإلى رسولك وعليه سلامك بآله وصحبه من غيره من الأبيات التي ارتينت قبلها يا شكور وجهت كل يذا قرب من الله خلا وحبا وذا شوق إلى الله الله أكبر مما كنت أفعله ولست أخشى ولا أرجو سوالله ذكري وشكري ورضواني ومحمدتي بالقلب والجسم والأقلام لله كلي لربي في سر وفي عالم ولست أسهل غير النافع لله رضيطي عن نافع باق وأشكوه إلى الجنان بقول الحمد لله وقالي الضر تكريما ووجه لي نفعا بلا كلف فالشكر لله الله أكبر من أقدي ومن عملي ومن مقالي فكن لي طاب لله الله أذهب ما يضع أذن لسواه مختير لي عند ربي الأكرم الله له الوجود الذي قد زاله قدم مع البقاء وغير الله لله له الوجود الذي قد زاله قدم مع البقاء وغير الله لله له شكوري وحمدي راضيا ولو كليتي سرمدا فالخلق لله هو الكريم الذي لي قاد دون عنا مختير لي عنده فالأمر لله فازت قلامي بذكر الله مزمن وفاز كلي في الدارين والله يقود لله في الدارين مرتديا عنه مراد يقود الباسط الله أفنى قلاتي بلا توجيههم أبدا إلى أجهاتي ذا أذر لدى الله يدي وقلبي له عبدا له برضا ذا خدمة لرسول الله بالله يا رب صل وسلم سرمدا كرما على وسيلتي العظمى إلى الله أزكى صلاة بتسليم بلا عدد على النبي الرسول العبد لله محمد خير من غاب ومن حضر ولا لوصح به ذا للمالك الله محمد خير من غاب ومن حضر ولا لوصح به ذا للمالك الله مدد لله أب العالمين يدي ومد لي منه فضل الواسع الله عن مالك النافع ضر عضيت بلا سخط وعن قائدي لله بالله دعا لذكري وشكر جثهتي كلم ممن به صار كلي طاعة الله وجهت كلي لمن يغني بلا سبب عن الأذى راضيا أنذل ورى الله ديني إلى الجنة الإسلام وهو على دينا سواه وذا نص من الله أعطاني الله ذكرا من لدنه وقد قبلته منه ذا قرب من الله تسليم باق على خير الولى وعلى حزب له وعلى المشتاق لله سبحانه ربك رب العزيزة أمامي سفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين